مشاهدينا مشاهدي الكرم في كل عالم اهلا بكم لقاء ارنا الجديد مع مرة الاحداث حالة النهاردة الاربع اتنين وعشرين مائة وعشرين اربعة وعشرين الحقيقة طبعا عندنا احداث كتيرة جدا خلال الايام اللي فاتت الحقيقة برضو موضوع يعني تذكرنا موضوع برضو كان فيه شخص كان توفى فيه يعني اسم الشرطة واهله بعطولنا استغاسة تدرس عماد توفى داخل قسم شرطة المعصرة هنفهم هو كان محتجز ليه وايه اللي حصل وطبعا بنطالب بتحقيقات علشان نعرف سبب الحقيقي لوفاة تدرس عماد داخل اسم الشرطة وقبل كده برضو كان فيه شخص اخر من فترة كده من سنتين ولا حاجة برضو كان توفى داخل اسم الشرطة وكان للأسف كان فيه تعزيب جدل بعد تصريحات نيافة الانباء ارمية وتضامنه مع الشيخ اسامة الازهري بخصوص مؤسس التكوين والحياء ردود فعل كتير جدا غاضبة من الطرف الكبتي والاسلامي في يعني على حد سواء عندنا كمان النهاردة موضوع فدوة مواهب الحقيقة نهاية فجرت كده موضوع صعب جدا انه ما ينفعش البنت تلبس الهوت شارت قدام مامتها وانه دي عورة وردود فعل كتير جدا برضو وفي نفس الوقت الناس بدأت تجيب بقى فدوة قبل وبعد قبل ما تتجه لهذا الاتجاه والتجارة بالدين وقبلها كانت ايه وبناتها ايه والدنيا دي كلها الحياة برضو حاجة كده يعني غريبة مبسوطين جدا انه مجموعة بنات من قرية البرشة طبيعي المحافظة المينيا وصلوا الى مهرجان كان بعمل مسرحي جميل جدا نسمينه مسرح الشارع او بانوراما برشة والفيلم اسمه رفعة عيني السماء والحقيقة يعني حاجة جميلة جدا جدا وكلنا مبسوطين بيهم وجودهم في هذا المهرجان السينمائي العالمي الكبير مهرجان كان السينمائي الدولي نروح بقى طبعا للخبر اللي كان خلال الايام اللي فاتت وهو سقوط الطائرة اللي كانت بتقل رئيس الايراني ابراهيم رئيسي وايضا وزير خارجيته والحكومة الايرانية اعلنت مسرعهم والنهاردة كان فيه تشريع الجسامين هنتعرف طبعا على تفاصيل هذا الحادث اللي حصل خلال الايام اللي فاتت بكل تفاصيله لقينا كمان مبارحة والنهاردة حادث تاني كده في مصر وفات 11 فتاة وفقدان خمسة اخريات والنيابة بتكشف تفاصيل حادث غرق فتيات بالنسبة لمعدية كانت كان ميكروبوس بيستقلهم على معدية وللأسف الميكروبوس وقع في النيل وحصل هذا الحادث عندنا كمان قرارات جديدة من الحكومة المصرية ولكن ابرزها هو انه بيع الاراضي لاربع بيع اراضي مصرية الاربع وثلاثين شكر كاجنبية في مدن عدة بالدولار مش بالجنيه المصري كمان في النهاردة بقى ثلاث دول اوروبية قررت الاعتراف رسميا بدولة فلسطين والحقيقة برضو ردود الفعل المختلفة ابرزها رد فعل اسرائيل على هذا الموضوع وانه لسه في توترات بين مصر واسرائيل بالنسبة لمعبر رفح وبالنسبة المساعدات وكل الامور دي كلها كمان عندنا الجنائية الدولية قد تصدر اوامر اعتقال بانه لتنياهو وجالنت وقادة من حماس لو راح نتنياهو انهي دولة دولة اعلنت ان هو لو راح عندهم هيتم القبض عليه يعني بناء على استصدار اوامر من الجنائية الدولية جانس يضع خطة من ستة نقاط في غزة وبيقول ان في مهلة عشرين يوم او الاستقالة هنفهم برضو لانه لسه في توترات داخلية داخل حكومة حرب الاسرائيل حجومة حرب اسرائيل المعارضة الاسرائيلية ايضا تعلق على وقف بس كان مرة واحدة قالوا ان هم وقفوا بس اسرائيل وقفت بس ووضعت ايديها على كل المعدات الخاصة بهذه بهذا الموقع الاخباري الامريكي وبعد كده امريكا تدخلت وحاولوا انه يحلوا الموضوع ده وطبعا المعارضة الاسرائيلية بتقولهم يا جماعة السيشيات البرست مش الجزيرة عندنا برضو اخبار تانية ممكن على الاقتصاد في مصر اذا تسنى لنا الوقت هنقولها لحضراتكم ان شاء الله النهاردة شاب ابتي تدرس عماد الحقيقة تدرس شاب بيساعد اهله هو عنده عشرين سنة ساكن في عشرين شارع السيد عارف المعصارة حلوان عنده اخوه اسمه كرولوس مخلص كلية تجارة تدرس هو اللي بيساعد اهله شغال على توك توك وكان طالع على رزقه ناحية الاوتوستراد وجات عربية عربية محامية اسمها هند عمران بيقال انها حدثة خبطه في بعض نزلت شتيمة بالام وقال لها طبعا يعني انتي مش متربية لما ردت طبعا عليه بالمنظر ده هي اتغازت وتوعدته بالفعل عملت بلاغ وتقبض عليه في الاسم وهنعرف برضو تفاصيل من احد اقارب عماد ايه اللي خل الوضع تطور وقعد في الاسم قد ايه والواقع دي امتى كل ده هنعرفها دلوقتي معانا احد اقرباء الشاب المتوفي تدرس عماد جيد برحب حضرتك معانا ربنا يعزيكو يا رب طب افهم من حضرتك احنا اللي فهمنا ان الواقع كان لها فترة يعني يمكن اسبوع دلوقتي او اكتر من اسبوع وانه هو كان قاعد في الاسم كزا يوم وبعد كده بلغوكو بوفاته فحضرتك احكي لنا التفاصيل وهل فعلا الواقع ان هي كانت خبطة ما بين التوكتك وما بين عربية المحانية افضل انا احكي ممكن احكي لحضرتك بالتفاصيل من البداية خالص هو اولا ما كانش على الصراط ما كانش هي حضرتك ما كانش لك بطوكتك ما كانش لك بعربية ولا حاجة الحكاية بالتفاصيل اتفضل المحانية مهاء هند احمد محمود محمد الشهيرة بهند عمران تمام تمام ايوه بتاريخ تلاتة وعشرين اربعة عالفين اربعة عشر تلاتة وعشرين اربعة تلاتة وعشرين اربعة دي الواقع كان يومها تلاتة وعشرين تفضل اها تلاتة وعشرين كان يوم تلاتة تمام ايوه المحانية راحت للاسم وادعت بانها تدروس اتحرش بها جسد اولاد تمام اه الواقع اصلا زارتنا لما صاحب التوكتوك اتصل بتدروس المرحوم تدروس وقال له ان في شنطة ضايعة في التوكتوك تمام واحنا محتاجين اكتيجي الاسم عشان خاطر اه تعرفت اذا كنت الشنطة دي موجودة معاكم لبقى تمام تمام اه طبعا احنا رفنا للاسم اه اتضحنا ان هو الموضوع مش موضوع شنطة خالص الموضوع ان بلاغ منها بانه اتحرش بيه اتحرش بيها جسد اولاد تمام اه لما رحنا الاسم طبعا كانت تحيط ان احنا داخلين اه يعني ارهابين داخليين الموضوع مش موضوع انك انت شنطة ولا جرشنطة ولا تحرش لا اه احنا المفروض المهضر بيتامل تحت الاسم احنا اطلعنا فوقه على طول رئيس المباحث نعم تمام اول ما دخلنا اه طبعا خذوا تدروس جوه واحنا نزلوا موضوع الشينا ما حد دي شيء بقى موجود تدروس بس اللي بقى موجود اه فضلنا اطورين بتعرضي بتاع الحد ما جابوا المحامية المحامية والما جاب اه حد كده شاولها ان هو ده يعني لكنسية توفك لان هي اصلا كانت متعرفة عليه شكلية مه يعني هي اصلا ما شافته الشكلية ان هو اه تعرفت عليه عن طريق حد شاولها يعني طب يعني هي ليه طيب يعني كده حدرتك بتقول ان كده هي اتهمته زور طب هي تتهمه زور ليه طيب اه هو ده اللي ما نعرفوش هو ده اللي ما جال حضرتك قدام كده اقولك ان هو اه لما احنا سألنا تدروس اه قالك لا انا كله حصل ان هي عدت من قدام التوكتك وشتمتني ما من ذلك اي حاجة يعني حتى لا هي رقبة كانت معيه ولا موضوع حدستة عربية ده كت معدية قدامه وشتمت معدية قدامه ده كت معدية قدامه هو راح بص يعني هي اه هي اه اه هي او معدية بتوكتك عادية راحت معدية قدام التوكتك راح تبصره شتمته تمام فهو بص في المراية وكمل حتى ما راضش عليها راح توقف وده اللي ظهر في كاميرات المرابة في الشارع من هي ويفت وراحت مصورة ظهر التوكتك يعني حتى ما فيش فيديو ايه كده في المحضر بتاع الاسم ان هو تدروس تحرش باقي وان هي معها فيديو يوثق واقع ومش هتظهر له قدام النيابة طيب ده الكلام ده كله لما جينا النيابة ما ظهرتهوش فيش حاجة تزدت لما احنا روحنا فرغنا كاميرات او بصنا على كاميرات في الشارع اسم الشارع اللي هي تهمة المرحوم تقدرس فيه اسم محمود الماطري تمام روحنا شوفنا في الكاميرات بتاعة المرابة ما فيش الواقع مش حصلة خالص حتى هو شكله مش باين هو ما فيش اي حاجة حصلت ما فيش اي تحرش نهائي تمام طيب يعني الفكرة انه برضو الغريب انه هما يعني خلاص ابضوا عليه وسجنوه ايه اللي حصل بايا خلال فترة استجنه وما فيش ما يؤكد انه هو يعني حد تحرش بحد ليه ما تمش خلاق سبيله لغاية العرض يعني ايه اللي حصل ليه ليه قعد واقعد في استجن كده قد ايه لغاية ما قالو لكم انه هو توفى هاجة لحضراتي دلوقتي بالتواريخ انه هو في يوم تلاتة وعشرين طبعا هما خدوه ايه يوم اربعة وعشرين يتعرض نيابة لما تعرض نيابة سألوه انه هو اه مفروض في الاسم انه هو مضينه من غير علمه انه هو معتابة الواقع طبعا هو رفض الكلام ده وده من نيابة قالو لهم لا انا وسطا مضيت على حاجة وما اللي يقمده عشان تقولش جواه بحاجة انما مش رشنطين ده على اطولك انا محد يستأمي وانا مجاوزش على حاجة اه لما راح نيابة رفض يعني ما اكرر تماما انه هو على معرفة به طبعا الكلام ده كله بورق طيب يعني مع حضرتك كل الورق اللي حضرتك محتاجه انا ممكن ابعثه لك لا ما هو الفكرة مش انا الفكرة انه لوتي محامي يعني انا عايز اعرف الوفاة تمت بعد قد ايه من وجوده في الاسم وانه لو فيه محامي او طب شارعي قالوك ايه اه تمام اه اللي حصل انه هو اتجددله اربع ايام تاني يوم على طول المحامي قالت انها اتروح تتنازل وقالك رئيس المباحس في اليوم المحضر قالت رئيس المباحس مش موافع انها تتنازل وت subtitles انه طبعا عاشوا ان هو survive بعد كده اه اه اتجدده اربع ايام اه بعد الاربع ايام اتجدد له خمستاشر تحريات النيابة اه بعد كده اتجدد له اه خمستاشر تاني لان الوقت دي كان الواكلي النيابة كان منتدف وجدت دي كل الظلم عارفة ازباب ولا اي حاجة. وده من السلام المحامي عليه. اه لان تمت الوفاة بقى اعلنوكم بخبر الوفاة معلش بس عشان الوقت. الوفاة كانت تمت تقريبا من اسبوع? اه لا الوفاة حالة الوفاة كانت بتاريخ اه الله حبيبتي كلوقتي يوم الثلاثة يوم الثلاثة الموافق اه كان اربعة عشر تقريبا. تمام. يعني هو قضى حوالي ثلاثة اسابيع في السجن. طب حد كان بيزوره هل حد كان بيقول ان هو بيتعرض لأي حاجة? اه طبعا. حصل حصل وتنية مكالمة من داخل الحج. اه. ان هو ما بيتعذب وان هو طلبين من الفلوس عشان ينام. يعني ده ممكن يكون تعذيب بين المساجين اللي معايا حواليه? هو ده اللي مستنين تاكرر طب الشرع يطلع. تاكرر طب الشرع. يعني حالتك لسه الطب الشرعي لغاية دلوقتي ما لكن معكم محامي. معنا محامي. ممكن استاذن حضرتك ان احنا نتابع واول ما يصدر تقرير الطب الشرعي تتواصل مع هنا ونعرض برضو الامور ونشوف طبعا وجهة نظر المحامي واحنا بنتمنى انه حقه يرجع وانه سواء كان حد مسئولين في الاسم او من الاشخاص اللي موجودين في معاه في الاسم محبوسين مين اللي كان سبب في وفاته وانه السبب في وفاته المتسبب في وفاته هو طبعا اللي يتم اعقاب وبشكرك شكرا جزيلا وبقرر تعزية لحضرتك والأسرة كلها يا رب يكون معاكو جميعا. يعني حاجة تحزن. المهم ان احنا برضو طبعا ملف الفتيات المختفيات وزي ما احنا كنا فرحانين طبعا اخر حلقة كنت معاكو او الحلقة الابل اخير يعني مرتينا ممدوح بعد ما رجعت نشكر ربنا. اه وشفنا طبعا احنا وقت الخبر يعني اعلان العودة ما كانش اه ظهرت الصور دي ودي صور مع الكهنة والحقيقة ان برضو مع والدتها والدها وبعدين اه طبعا كان فيه تعليقات اه برضو من اه معاز عليان ومن على شكلته وشركاءه والحال الناشط الابتي الجميل رامي كامل كان اه بيقول له اه شايفين هو كان بيروى جاضح انه كل بنت بتروح احنا المساحيين بيغصبوها وبرجعوها بالعافية والكلام ده. فبيقول لهم بناء تعليقا على الصور دي يعني بيوجه كلامه المعاز عليان وشركاءه يجدعان شايفين واحنا غصبينها عن رجوع. بصوا يعني فيه صور مبينة مشها فيش اي غصبان ولا فيه اي حاجة. وحطينها هو في قفص قسود وبنجلدها وهي بتصرخ احد احد على طريقة افلام كفار كوريش والله معاز وباسم والشلة الارزقية دول زنقين نفسهم في حسبة الهرمونات على اساس بنات وراحت وبنت جات والكلام طبعا وكلها احنا عارفين حتى لما بتبقى فيه بنت وبتعلن اسلامها بيتكلموا على انه بتبقى يعني علاقة حب وغيره. فرامي بيقول عيال صغيرة واللعبة عليهم سهلة على اساس البنات طبعا بيتقعد مع العيل او العيلة نص ساعة بتعيت وترجع لحضن اهلها لانه بيبقى كلام زي ما بنقول كده ما تحوك عليهم يعني. وتجربة وعدت وبتكمل حياتها. رامي بيقول انا هنا بتكلم عن عموم الحالات مش حالة محددة يعني هو جاب بس ستينة مارتينا على اعتبار ان الحالات اغلبيتها بيكون بهذا الشكل يعني. فيش حد مقتنع بدين ولا اي حاجة وبتبقى ظروف معينة. فبيقول برضو رامي كل حالة ظروفها ملك قسرتها تعلن او ما تعلنش دي حريتهم. عشان برضو رد على الناس اللي بتعود تتهم وبتعود تتكلم وانتو فين. وانتو ما قلتولناش ومعرفتناش زي ما بنقول يا جماعة. الاسر فعلا هي اللي بتملك هذه هي القرارات. انها تعلن او ما تعلنش. واحنا طبعا والد مارتينا كان دخل معانا وتكلم برضو على المخططات والامور اللي زي كده. وبنشكر ربنا على عودة مارتينا وربنا يكون معاهم كده كأسرة. وبنصلي من اجل عودة كل فتاة وكل سيدة وكل شاب برضو بعيد عن قسرته. عندنا برضو بن عزي قسرة القمس بولس سمعين. تنيح القمس بولس سمعين. كهن كنسة السيدة العزراء والكديس الانباء ابراقام بفيصل. التابعة لقبرشية وسط الجيزة. تنيح عن عمر اربعة وسبعين عام. قد منها ما يقارب ثمانية وتلاتين عام في خدمة الكهنوت. بن عزي كل قسرته وكل محبيه وشعب كنسة وكنسة السيدة العزراء والكديس الانباء ابراقام بفيصل. نروح بقى الموضوع نيفة الانباء ارمية. وايه اللي حصل وايه اللي خلى نيفة الانباء ارمية ظهر اسمه في موضوع ليه علاقة بخلاف ومن ساعة ما مؤسسة تكوين اعلنت عن انشاءها والموضوع طبعا والمسلمين والدنيا والشيوخ الاسلام والشيوخ الازهر وكل الدنيا مقلوبة على تكوين وانتوا عايزين ايه وبدأت طبعا الحاجات حتى اللي بتنتشر عن نت وقارضناها لحضراتكم مش عارف بيرة مش عارف ايه الكلام ده كل. وعرفنا مين هما اللي كانوا موجودين في هذه المؤسسة وتكلموا بعد كده اسلام بحيري لما دخل مع عمر اديب وقال لك ده احنا هيعمل مناظرة مع عبدالله رشدي ودخلت الامور في سكك كده وكلها خلافات ما بين انه موضوع تكوين لتصحيح بعض المفاهيم الاسلام وان هما يعني اعلنوا عن ده وهي المفروض احنا يعني بعيد دين كل البعد عن هذا الموضوع الناس كلها فجأت بانه كان فيه بيان نزل على صفحة نيافة الانبا ارمية في هذا البيان نيافة الانبا ارمية بيقول فيه بسم الله الواحد الذي نعبده جميعا بعد ان تواصل هاتفيا معي فضيلة الاستاذ يعني هو الدكتور اسامة الازهري كلم نيافة الانبا ارمية بالتليفون فانيفة الانبا ارمية بيقول بعد ان تواصل هاتفيا معي فضيلة الاستاذ الدكتور اسامة الازهري بخصوص مركز تكوين نعلن اننا نسعى جميعا للحفاظ على استوابة الدينية كما تسلمناها دون اي تغيير ونرفض بشدة ولا نقبل انقار السن السنة المشرفة والتقليد الكنسي السابق للكتاب بعده القديم والجديد الذي نقل لنا كل ما يحدث في المسيحية من شعائر وصلوات ونرفض ايضا اي طيارات غريبة او افكارها الدامة تهدم السلام المجتمعي او تضر الشعب مسلمي ومسيحي ونتعهد بمواجهتها ونتعهد بمواجهتها بكل قوة واعلن تعاوني مع فضيلة الدكتور اسامة الازهري على نشر الوعي والحفاظ على سوابة الدينية واعداد جيل واعي قادر على فهم التحديات الحالية مؤيدا البيان الذي اصدره فضلته تحياتي نيافة الانبا ارميال اسكو في العام رئيس المركز ثقافي القبطي الارثوزوكسي والامين العام المساعد لبيت العائلة المصرية طيب هو معلوماتي طبعا راح بقى الشيخ اسامة الازهري الحقيقة اشاد بالبيان اللي انزله نيافة الانبا ارميال بيتضامن مع فضيلة الاستاذ الدكتور اسامة الازهري بخصوص مركز تكوين فقال المسلمون والمسيحيون ده اسامة الازهري قال كده المسلمون والمسيحيون يد واحدة والاشقاء المسيحيون معي في المناظرة الكبرى وطلبت من نيافة الانبا ارميال ان ينضم في بعض فقرات المناظرة فرحب بان انشر كل هذا الكلام وانه معي في المناظرة ومعه تلمزة الانبا بشوي طب احنا علمنا كله والكلام كله عن امور ليها علاقة بالاسلام والسنة ما شفتش حد من تكوين بيتكلم انهم عايزين مناظرة كبيرة وانه هنتكلم عن امور ليها علاقة بالمسيحية فالحقيقة طبعا ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي انهالت بشكل كبير جدا اللي هو في ايه طب احنا دخلنا ايه في الموضوع طب هو فيه توجيه معين ولا فيه ايه وايه اللي خلى ان الشيخ اسامة الازهري يكلم نيافة الانبا ارميال ويدعوه كمان ان يكون معاهم في المناظرة الكبيرة طب هو ايه الموضوع ده فما ده نلاقي طبعا ردود فعل كتير جدا من مسلمين ومسيحيين ومتقفين وطبعا ما بين بقى ما بين قصة انه الناس فيه ناس بتلوم وفيه ناس مش عارف يعني الموضوع الفكرة انه دي مؤسسة يا جماعة يعني حتى على رأي صحر جعراء قبل كده قالك يعني مؤسسة فيها كام شخص هتهد دين بنته طب خليكوا عقلين وانه الفكرة من مناقشة فكر بفكر مفيش محتاجين كل الدنيا دي فهنا يعني تكوين مؤسسة تخاطب من حق تكوين تقول اللي هي عايزة معلش تكبر الصورة الاولانية معلش زميلي وفي نفس الوقت هنا برضو بنوضح ردود الفعل اللي هي الناس كلها بتتكلم انه تكوين تقول اللي هي عايزة انما الشيخ قسامة الأزهري لما يطلع بيان عقل ومتزن يفضح اكاذيب الشلة دي يبقى مش من حقه يعبر على الرأي ولما يدعمه نيافة الأنبى قرمية ببيان يدعو الحفاظ على ثوابة الدينية بقول اتنين متفقين وبيحافظوا على السبوبة فبهو بيتكلم كده وبيقول يعني بيرد على الناس بتقول كده سبوبة مين يا ابني انت لقي تاكل حبيب انت واقف على كل اللي يعرفوك بخصارة يا عم اللي بتديه للأزهر والكنيسة ابقى قطعه ابقى احرمهم من خيراتك وصرواتك اللي ملهاش أول من آخر بيان الشيخ قسامة الأزهري والأنبى قرمية رسالة من الدولة اللي مشغل للي مشغل بتوع تكوين لأنهما ذات نفسهم ما لهمش لازمة ما فادها ان اللي حصل في 2011 مش هيتقرر تاني أبدا والقصة مش حرية رأي ولا حرية فكر القصة أبعد من كده بس احنا أدمننا النظر تحت أقدمنا مش أكتر يعني ده واحد رايح ناحية ان الدولة هي المحركة الموضع دي الشخص الآخر مشير بيقول تكوين مؤسسة خاطب العقل مولود جديد لم تخطو خطوة واحدة في طريقة لكنها أرعبت جنود الظلام وشنوا ضدها حرب دروس لأنها تهز عرشهم وتفضح كتبهم وخدعهم وتهدد مصدر رزقهم في حال تشغيل العقل العربي فهم يريدون شعوبا خانعين خاضعين تابعين لهم دون تفكير لكي يسترزقون من تجهيلهم حتى مولانا طبعا يعني هو هنا برضو الكلام جيه لأنه الفكرة أنه ناس كتير طبعا تطولت على الأنبى أرمية لكن مولانا الأنبى أرمية أراد مجاملة أوليائه خائفا من تأثير تابعي من الثورة الفكرية تهدد مركزه بمصدر سطوة وطورز ده برضو رأي جيه رأي آخر لمحمد صبحي برضو بيقول الأنبى أرمية الأرسوزوكسي لأن مركز تكوين فيه القصة رفعة فكر الإنجيلي ده واحد دخل بقى القصة خلافات الأرسوزوكسيينجلي يعني الموضوع تشعب بشكل كبير جدا طب يعني الأرسوزوكسي يخرجوا من المولة فاضيين قال لك نيرمي الهلب على الجانب المناوئ لتكوين فكده عندنا طائفتين تكفر بعضها البعض هيعلمه المسلمين الإسلام الصحيح الدين الإماراتي الجديد دخلنا بجد في حاجات غريبة جدا وحيد زكريا أتذكر موقف للأسكف أرمية أيام حدثت وقع البابا شنود الثالث لما دفعوا الباب بتاع المقر وما كانوش عارفين أن البابا واقف خلفه راح الأنبى جاب أرمية جاب اتنين شباب قال عليهم شهود عيان وسجل معهم وأرسل لنا الفيديو لنشره لاتهام أسكف زميل له أنه كان بيحاول يقتل البابا دخلنا بقى كمان في مواضيع كتقديمة وقتها رفضت نشر الفيديو عشان كان التلفيق واضح فيه هو الحياة وحيد زكريا ناشط وعنده صفحة ومجروب كبير يعني هو كان عايز يزيح الأسكف الثاني بالتراشح الباباية من بعد قدست البابا شنودة أذكر من أذكر من أين سقطت وتوب دخلنا يعني فعلا مواضيع نيجي للدكتور عماد جاد دور رجال الدين فوجئ البعض بأن الأسكف المسؤول عن مركز ثقافي الأرسوزوكسي والقابع في الكاتدرائية المركوسية بالعباسية يعلن دعمه للقوى المعادية للتنوير أنا شخصيا لم أفاجئ فهذا الأسكف وحسب أحد أبرز أعضاء المجلس الأعلى والذي قصد فيه أحترمه جسيرا كان عينا لجماعة الإخوان بعد 2011 وكان ينقل ما يدور في اجتماعات المجلس الأعلى القوات المسلحة للإخوان كما أنه أمر لطمس حقيقة مجرة في مسبحة مسبيرو بل قام باستضافة وتكريم وزير إعلام المسبحة وأدخل مرشد الجماعة المقر البابوي للقاء البابا شنودة اللي كانت شبه غايب عن الوعي في أيامه الأخيرة ما زال يتطلع للقرس البابوي حتى لو كان السمن مدهنة الأصولية بل والسلفية وخوض معاركهم ضد التحديث والتنوير نحن ضد خلط الدين بالسياسة ومع دولة مدنية حديثة تنهض على أساس المواناة والمسواة وحكم القانون تفصل الدين المقدس والمطلق عن السياسة النسبية المتغيرة نحن مع اقتصار دور رجال الدين في المجال الروحي فقط فليذهب هو أمثاله الأديرة ألم يختر الخلاص الشخصي وأجريت له مراسم وتقوس الموت عن العالم مطلوب حركة تصحيح تعيد رجال الدين المسيحي إلى أدوارهم الروحية ويتوقفوا عن اللعب على الأحبال السياسية فالفلاسفة قالوا أن السياسة ليست مجال عمل الرجل الفاضل والحياء دكتور عماد جاد محترم جدا وكلامه زي ما حضراتكم شايفين موزون لأنه يا جماعة احنا أنا ما سمعتش أنهم هيتعانوا في المسيحية ولا في أي أولا ما سمعني إحنا بندخل نفسنا في الأمور دي ليه في كان صورة كمان فيها نوع من أنواع قالك فيه بقى ناس تطاولوا مكفرين وبرضو البشمهندس عادل عزرى النيافة الأنبة لن يخرج شيخ ليقول نرفض المساس بالكتاب المقدس أو بالتقليد الكنسة ولا يخرج واحد فقط ليدافع عن إيمانك وعقدتك إذا كان مركز تكوين يهاجم الكنيسة كفى شعرات لا طليق بعقول الشعب وبتجيبوا لنفسكم الكلام والشخص اللي هو كان فيه شخص برضو لو بقيت الصورة من تحت باين اللي هو عامل عليها الدايرة الحمرة دي كان واحد تطاول على الأنبة أرمية واللي هو شبه بيقوله انت مالك وانت أساسا في نظرنا كافر انت مالك ومال السنة وتعرف يعني السنة ناس تانية برضو كانوا علقوا وقالوا طب هو أنت كان فيه حد برضو مفيش تقسيط للجزية هتدفعها كاش يعني اللي هو كأن بقى ايه ان احنا لازم ندفع الجزية ونحن صغرون كمسيحيين بدأت حاجات غريبة تبان في الموضوع ناس تانية قالوا لهم طب يعني احنا مشوفناش اي حد من الشيوخ اللي نيافة الأنبة أرمية بيتضمن معاهم اعترضوا على معازع اليان ولا على ده ولا على ده ولا ده محدش بيتكلم وواحده هو سيف الله قالك ايه دخل الكافر في السنة النبوية وايه دخلوا في مركز تكوين فبدأنا نسمع كلام احنا كنا في غنى عنه الحقيقة وانا معرفش فكرة المناظرة ومناظرة ايه ده الدنيا اساسا من تكوين نفسه متقلبوا على البقيين وقالوا انه ان احنا هنسيب بأساس التكوين لو حصل قصة المناظرة دي اللي هي ما بين اسلام بحيري وعبدالله رجدي احنا فين بقى من الاعراب في كل ده وزي ما بقولكو يعني كان فيه كذا تعليق بجد على موضوع انه ما فيش حد من شيوخ الاسلام انتهر معاز عليان ولا انتهر اي واحد من اللي هم قاعدين يشتموا في المسيحية للنهار فاحنا ليه بنتكلم وان احنا بندعم السنة المشرفة يعني اللي هو موضوع مش موضوعنا وانه فعلا انسى بحاجة قالت ان احنا نبعد الدين عن السياسة ملهوش اي لازمة خالص انه الحاجتين دول يدخلوا مع بعض بجد يعني كان تزامنا مع الموضوع ده برضو كان فيه هوجة على نجيب ساويرس على بوقع اكس بتعارفين طبعا وناشط جدا وعلى طول بيقول تعليقات وعلى طول بيرد على ناسه يعني بشكل يعني قوي جدا المهم انه كان واحد متابع من متابعين نجيب ساويرس قال مفيش دين سماوي اسمه المسيحية زي برضو الاخت الفاضلة فادوا مواهب فراح قاله شكلك ما قريتش الكرآن رح طبعا رد عليه دخلت الحكاية بقى وفضلت في خدوهات لغات ما في الاخر نجيب ساويرس قال لهم بصوا جماعة ايه رأيكم ونتكلمش في الدين خالص ونتكلم في الانسانية ساويرس كتب في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع اكس انا مأمن مأمن عندي ربنا اسهل واحسن شروط واللي جاءت ردا منه على تغريدة الحساب يحمل اسم مريوما كان كتب في تاريخ 16 مايو الجاري باش مهندس نجيب مش هتيجي نعمل لك وثيك التأمين على الحياة على الحياة فهو رد عليها وقال لا انا مأمن عند ربنا اسهل واحسن شروط وانت عارفين طبعا ان احنا عندنا في المسيحية انك انت لو انت عايز تكون ليك يعني ليك مكان في الملكوت اصنع الخير وما تعرفش ايدك اليمين اللي بتعمله الشمال وانه في نفس الوقت ده احنا بنعمل كنز في السماء ودي قاية كتيرة واحنا مأمنين بها كلنا كمسيحيين المهم راحت بقى انهالت عليه يعني ده كان بداية الموضوع بتقول له تعالى عمل لك وثقة اتأمين على الحياة رد الله انا مأمن عند ربنا سرعان منهالت التعليقات والردود من قبل نشطاء السوشيال ميديا على تغريد تغريد رجل الاعمال لدرجة ان واحد قال له ما فيش دين سماوي اسمه المسيحية الدين عند الله الاسلام فرد عليه ساويرس وقال له شكلك ما قاردش الكرآن وبدأت الحكاية زي ما قلتلكم الغاية ما نجيب ساويرس لقى الموضوع وسع قوي وناس رايحة وناس جاية ومش عارف انه الدين عند الله الاسلام اه ونعمة الاسلام ودخلنا في اطار برضو كلام كبير جدا عمل تغريدة وقال فيها ارجوكو خلاص احنا هنقفل بقى الموضوع ده ياريت نتكلم كل واحد لي دينه وان احنا كده نتكلم خلينا نركز على الانسانية وما نتكلمش في اي موضوع الاديان وراح طبعا الناس اشادوا بانه قفل الموضوع والحاجة والدنيا اللي تفتحت دي بهذه الجملة المريحة ياريت فعلا يكون فيه ما فيش يعني انه رجال الاعمال في اعمالهم وانه يعمل حاجات فيها الاقتصاد والدنيا دي ويبعد على الدين ورجال الدين ما يدخلوش نفسهم في السياسة ولا في الامور اللي فيها خلافات برضو ما بين المسلمين وبعضيهم اذا كانوا سنة وشيعة ولا اذا كان واحد بيقول لك ان عايز اصحح والكلام ده كله وصحح مفاهيم احنا ملناش دعه الست فادوة مواهب انا قبل كده يعني عرضت على حضراتكم الفيديو اللي كان بتتكلم فيه على دخول الحمام والقوضة والبيت واحنا داخلين وان احنا مش عارف ايه وان فيه شياطين وكان بمثابة ان انت بترعب الاطفال انك بتقولهم ان انت حواليك شياطين من كل ناحية نفاجأ بحضرتها بقى بتتكلم على ايه موضوع لبس البنات قدام ممتهم في البيت يعني انا دلوقتي لو لبسة شورت في البيت قدام ماما لبسة بيجاما حط شورت قدام ماما دي عورة اه باخد سيئات اه سيرترايز اه منها خدت طبعا بعد من انتشر الفيديو ده الناس كلها كانت بتجتهد ان هي تعرف مين فدوة مواهب واللي قالك دي واحدة سورية وجات مصر وهي كانت شغالة مخرجة وقعدنا بقى ندخل في مواضيع ايه طيب وان بدأوا يشوفوا حاجاتها والصور اللي هي نشروها في صفحتها ودي من مين من زمان لغاية لدرجة ان جابوا فيديو ليه كزا سنة عن جوازها يا بناتها بسم الله مشاء الله شباب وهي بتكلم بقى وتقول بصوا والطرحة من فين والفستان من فين عملي الطرحة لوق جديد تماما يعني عاملة كل حاجة مجنونة يعني فاهم حتى الشعر كده حاسة راجعة شوية للالودي ستايل فاهم مος دي وهم الكرو كلو اللي بيشتغل معي بصراحة ومشاء الله عليهم يعني ده كان فرحة يعني والدنيا ورأسه وحاجات كده مفيش مشاكل ده قبل طبعا ما ندخل للاتجاه ده وبرضو هي كانت مخرجة وناس قعدت تقول هي صلاحة ما نجحتش في الإخراج ما كانش برضو جايب حق جايب همه معيها فبدأت تتجه لهذا الموضوع نشروا كمان صور لها هي وبناتها مع تامر حسني وقال لك ايه بقى على الصور زي ما انتوا شايفين طبعا بنتينها لابسين الفوساتين الصورية وانهما فوق الركبة فيعني الموضوع يعني وانتي هو يعني الكلام ده برضو شكلها بعد ما تحجبت يعني مش من زمان ايه الهجوم الغريب ده على الداعية فدوة وبناتها هي قالت حرام الهوت شورت في البيت قدام مامي ما قالتش حرام الركب وانا بتوع بناتها قدام تامر حسني فيعني بصراحة اوكي شيخة فدوة كلنا فاهمين الفتوة غلط سوري يعني بجد برضو طبعا ناس تاني نشرت حاجات وتعليقات تانية برضو عليها وقصة انه كانت مع مدرب ومدرب بيدا يعني هي لان فيديوهات كتيرة جدا بتعلم الاطفال حاجات غريبة الشخصية اللي ظهرت مؤخرا اسمها فدوة مواهب لا يمكن تكون سويا نفسيا ابدا عاملة فيديو بتقول للبنات في سن المراحقة حرام يعودوا في البيت قدام ماما وهم لابسين بيجامة هوت شورت لان البنت اللي تلبس كده قدام مامتها في البيت بتاخد سيئات بسبب نظرة امها لو شافت جسمها اللي هي جماعة حرام انتي بتروحي لفين بتعلمي العيال ايه وبتوفتحي اقولهم على ايه مش متفهمة ازاي في اهالي متقبلين ان افكار مشوهة زي دي هي شام بتقول لانا مش متفهمة ازاي في اهالي متقبلين ان افكار مشوهة زي دي تتنقل لأولادهم في مدرس خاصة او مراكز تعليمية طبعا الامر حاكموا فدوة مواهب فهي تخرب عقول اولادنا من اللي سمح لها بالتدريس وناس كتير كانت بتطالب انه يترفع عليها دعاوة وطبعا زي ما انتوا شايفين برضو الناس اللي جابوا لها موضوع وهي مع المدرب وتعليقات كتيرة خلينا نقول انه النهاردة الحقيقة لقينا المحامية نهاد ابو الامصان قدمت بلاغ للنائب العام ضد المخرجة المعتزلة فدوة مواهب بسبب مقطع الهوت شورت واللي حرمت خلال ارتداءه داخل المنزل وحتى امام الامهات وذكرت المحامية نهاد ابو الامصان في بلاغها ان الفيديو جاء كدعوة لتحريد الفتاة الصغيرات على الاعتقاد بان اباءهن منحرفون وانهم يعانون مرض البيدوفيليا ومرض التحرش بالاطفال فبتمنى بصراحة انه يكون فيه وقفة ضد هذه الافكار وهذه التعليم اللي بجد بتخرب عقول الاطفال واللي احنا بنشوف حاجات غريبة جدا بتحصل من هذه المدعية فدوة مواهب فيه خبر عن برضو اثار جدل يومين اللي فاتوا ان هيتم الغاء حكم ادراج اسم محمد ابوتريكا على قوائم الارهاب محمد ابوتريكا كان اثار جدل كتير وكبير وانه هو منضم لجامعة الاخوان وكان اسمه موجود ضمن القائمة اللي هما بالنسبة لقوائم الارهاب وعدد كبير تاني من الاخوان المسلمين المهمة محكمة النقد المصرية الغاء حكم محكمة الجنايات بادراج اسم لاعب الاهلي ومنتخب مصر الأسبق محمد ابوتريكا على قوائم الارهاب نيابة النقد في مصر اوسط من قبل برفض الطعن المقدم من محمد ابوتريكا بمنع ادراجه ضمن قوائم الارهاب لمدة خمس سنوات ففيه كده بيقولوا ان فيه محكمة دلوقتي هي اوسط بانه شالت اسمه فيه محكمة اخرى ستنظر القضية النقد بيقال انه بترفع اسم محمد ابوتريكا و1529 شخص من على قوائم الارهاب زي ما بيحكي القصة انه كان فيه ادراجه ضمن طبعا على قوائم الارهاب هو و1529 المحامي خالد علي المحامي بالنقد كان بيوضح برضو ايه اللي بيحصل بالنسبة لابوتريكا هناك محكمة اخرى ستنظر القضية يعني فيه محكمة كانت بتت وفيه محكمة اخرى ستنظر القضية بعدما قبلت محكمة النقد الطعن هو هنا قبول الطعن ده معناه انه ده بيمهد ان اسمه هيترفع من قائمة الارهاب والدولة كانوا متهمين في قضية تمويل جماعة الاخوان على قائمة الارهابيين لعام 2028 يعني القضية دي شغالة من عام وعلى هذا يمكن رفض القرار الصادر اللي هو القرار اللي هو الضم كمان مش بس ابوتريكا اللي هيتشال لكن معي كمان 1529 شخص التحريات اللي اجرتها اجهزة الامن كانت كشفت معلومات اللي هتساعد فيه القضية دي ان ابوتريكا كان بيمتلك ثلاث شركات والشركات دي كانت من بينها شركة سياحية بتنظم رحلات لتركيا وبناء عليه برضو بيتم من خلالها تسفير عناصر الاخوان الى تركيا وده اللي كان عن طريق كتير جدا من عناصر الاخوان المسلمين كانوا هربوا على تركيا وبالتالي زي بقول لحضراتكم انه طبعا حصلت ضجة كبيرة على الموضوع ده ولكن احنا في انتظار انه يكون فيه بيان رسمي وانه يكون بالفعل يعني دلوتي دي محاكم بتنظر هذا الامر ولكن مفيش اعلان رسمي بانه هو كده اترفع اسمه هو وال1529 شخص من علاق قوام الارهاب نهائيا لسه فيه محكمة اخرى تنظر القضايا نروح بقى من قرية البرشة ملوي الى كان في فرنسا وفيلم رفعت عيني السماء يشارك فيه مهرجان كان السينمائي هذا الفيلم فيلم وسائقي والحقيقة ان المجموعة دي مجموعة جميلة من الهواء المتميزين الموهبين جدا والفيلم تم تصويره في قرية البرشة في المينيا ضمن عرض من عروض مصرح الشارع اسمه مصرح الشارع اللي هو فن قديم جدا وانه كان قبل كده عطيات الابنو دي قدمته في افلام ليها ووثقته وحقيقه وفن مدهش ومؤثر في الناس فبتصور لما بيتعامل في قرية تصور بقى لما يتعامل في قرية من قرى الصعيد ايه الجمال والشجاعة دي الفيلم بيشارك في مسابقة اسبوع النقاط بمهرجان كان في دورته دورته السبعة وسبعين بيتنافس على سبع جوائز عالمية بيحكي عن مجموعة بنات من قرية البرشة في المينيا بيتكلموا فيه عن مشاكل وقضايا مهمة بتواجه ستات كتير في مجتمعنا زي التحرش وصورة البنت في مجتمع قاروي وأحلام بنات ما بين السفر والشغل والفن وبيتتبع الفيلم رحلتهم خلال أربع سنين الفيلم من بطولة فريق مصرح بانوراما ومن إخراج نادرياض وأيمن الأمير وساعدة في الإخراج حمس البلشي حاجة عظيمة وتشرف وتفرح وترجعك كده لمعادلات الفن اللي برأ أي سياق غير الإبداع والرهان والوصول للعالمية فريق الفيلم قدم عرضه من عروض مصرح الشارع يوم عرض فيلمها في فرنسا بطبلة وحكاية تخص كل بنت مصرية والجمهور هناك تفاعل معاهم وطبعا إحنا بنتمنى أنه هو يفوز بجوائز وأنه قد إيه فعلا أن الأدمه ده يعتبر مكسب عظيم في حد ذاته نزلوا هم تدامنا مع العرض الفيلم في مهرجان كان ضمن طبعا موضوع مسابقة النقاط الأسبوع النقاط في مهرجان كان نزلوا البرومو الخاص بالفيلم وهتشوفوا قد إيه فعلا أنه هو جميل جدا وبيتكلم في الشارع عن الحاجات اللي هم بيعانوا منها فعلا البنات في صعيد مصر حلمت أن أنا في مكان مضيق خالص مكانش في باب ما قدرتش ونسست داوت خالص ونحن مش عارفة أفكر مش عارفة أطلع إزاي من مكان باب تختك وعمل مصرح يعني دي مصرد حاجة تبسطك حاجة تبسطني حاجة تبسطني حاجة تبسطني حاجة أعلى يلا يا عم ويلا يا خال تعال أرشاف عروض بانوراما تمام التمام أنا جسمي مش خاطية ناشا الحم نحب المصرح ومنعرف نعذر فيه عن رأينا وعن الحاجات اللي احنا عايزين نفسي تلبسطني من غير ما ربس باقيشات البنت ممنوع تختار شارك حياتها إنما الولاد يحب مرة واثمين وثلاثة المتحرش غلطان طب ما ممكن عمنا بنا عز أوبع كده تجاوز عاد أنا مش هعمل اللي يريحكم أنا عملا اللي يريحنا أمال عازة تبفين لو ما وصلتش للا أنا عايزها وما عملتش ألبومات وما تشهرتش كده هصرت لعنة أموت أحسن لا هي أتوبعة السبت دي لا أولا يا كامل أمي كتبجين كده عندنا عرور تمام السمام في المناء يتعرفوا مهرجان كان يلا يا عم ويلا يا مان بلورامة برشة دارش مكان يا ألف والألف والألف عندنا عروض تمام السمام حاجة جميلة ويستينا سمير برضو من البنات اللي كانت وراء أنه تشجيع كل البنات دول علشان فعلاً يوصلوا لهذا المهرجان نروح بقى للحياة الحادث حادث تحطم طائرة مروحية كانت هذه الطائرة تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية هم كانوا فعلية في أزربيجان وكانوا راجعين المفروض وفي نفس الوقت طبعاً أنه كان الموضوع أنه يعني إحنا فجئنا بالخبر بأنه محدش عارف إيه اللي حصل هم كانوا ثلاث طيارات طيارتين وصلوا وفي طيارة تلتة ما كانتش وصلت والطيارة دي عليها وفد رئاسي وعليها وزير الخارجية اللهيان وعليها برضو إمام من جامع وغير الكروب على الطيارة والمهم أنه في أول الكلام كانوا بيقولوا أنه كان فيه هبوط صعب خلينا نشوف التقرير ده برضو تقرير من فرانس 24 حول هذا الحادث آخر الصور التي التقطت للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وهو يدشن سداً برفقة نظيره الأذربيجاني إلهام علييف على الحدود بين البلدين قبل أن تتعرض طائرة مروحية كان يقلها الرئيس الإيراني لحادث صعب في محافظة أذربيجان الشرقية وسط عمض بشأن مصيره ووزير خارجيته أمير عبداللهيان الذي كان برفقته إلى جانب مسؤولين أبرزهم محافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي حسب التلفزيون الرسمي الإيراني فإن طائرة المروحية من طراز بيل 212 خلال رحلة العودة إلى إيران نفذت هبوطاً صعباً بسبب سوء الأحوال الجوية موضحاً أنه يصعب إجراء اتصال بالطائرة أكثر من أربعين فريقاً قاذ من بينهم فرق روسية وتركية مجهزة بكامل المعدات بما في ذلك طائرات المسيرة وكلاب قاذ تم إرسالهم إلى موقع الحادث مسادر تركية أفادت بأن المسيرة التركية أقينجي رصدت مصدر حرارة يعتقد أنه حطام طائرة الهليكوبتر التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وشاركت الإحداثيات مع سلطات طهران عمليات البحث متواصلة المشياً على الأقدام في المناطق الجبلية مع اعتماد كبير على طرق بحث تقليدية جراء غياب الاتصالات والإنترنت في مكان الحادث الشارع الإيراني يحبس أنفاسه قبل معرفة مصير الرئيس الإيراني فيما بدأ بعضهم في التفكير في فترة ما بعد رئيسي إذا حدث له شيء ما فسوف يستغرق الأمر بعد الوقت لاستبداله وحتى يهدأ الوضع هذا الحادث كان حصل يوم الأحد عند الساعة 14 بالتوقيت المحلي عند 12 و42 سباحاً بتوقيت جرانتشو زي ما شفته في التقرير إنه في الأول على فكرة قال وأول أخبار طلعت قالت كان فيه هبوط صعب تعرضت لي طائرة الرئيس الإيراني رئيسي والوفد اللي معاه وإنه هناك صعوبة بإنه يتم الاتصال بفريق الرئيس بسبب الطبيعة الجغرافية وإنه هو اللي تقل الأول طبعاً هبوط صعب فضلنا على الحال ده عدى ساعة ساعتين ثلاثة إيه يا جماعة بدأت صلوات زي ما شفته في التقرير قالك بدأوا إيه لهم يلا رفعوا الصلوات قرآن في التلفزيون وفيش حاجة ده عارف أي حاجة كل يقولك غموط غموط طب إيه الأخبار الله ده الطيارة دي ما كانتش لوحدها ده كان فيه طيارتين تاني معاها يعني هما كانوا ثلاث طيارات وربعات والمفروض أن الطيارتين كانوا لحماية الطيارة بتاعتل الرئيس الإيراني الطيارتين رجعوا بالسلامة وطائرة الرئيس الإيراني ما رجعتش طب ده معناه إيه فضلنا زي ما بقول لحضراتكم ممتبعين وكل المواقع بقى نقلة وكله بنشوف ومين هما اللي هيبتدوا بقى أن هما هيشاركوا رئيس أركان الجيش محمد بقري كانت طلب من الحرس السوري والجيش والشرطة المشاركة في البحث على الطائرة المفقودة بدأنا نلاقي برضو دول بدأت تعلن أن هما هيساعدوا وسائل إعلام إيرانية تحسدست عن إرسال سرب من الطائرات المسايرة وفرق الهلالة الأحمر لموقع الطائرة وهم مش عارفين موقع الطائرة إيه عشان ظروف التقسي الصعبة كل ده وإحنا مش فاهمين فيه إيه خالص يعني قعدنا فعلا بجد ساعات وصل الموضوع ل 12 ساعة على بال ما وصلنا وعلى بال ما شفنا المهم أنه برضو لقينا مفود من العراق أكدوا أن هما هيساعدوا قطر أكدت أنها تساعد بوسيرة من تركيا بدأت فعلا تروح في المكان وبدأوا يحاولوا برضو فين توقع المكان اللي ممكن تكون فيه سقطت الطائرة دي أو الهبوط ده إيه فوزير الخارجية الوزارة الخارجية الإيرانية قالت أنه برضو بنبحث عن الرئيسي وهو كان معه وزير الخارجية عبداللهيان وبدأنا بقى لغاية ما وكمان حتى الرئيس الأزربيجاني الهام عليه في اللي كان موجود معاه ودي آخر مشاهد كانت لرئيسي عبر عن قلقه البالغ زي الأنباء الوردة عن تحطم الطائرة وقال دعوتنا طبعا أنه يكونوا بخير وقعدوا صلوات وأنه هو يكون يعني ياريت يكون بخير وبعدين وبرضو لقينا حماس طبعا وانتوا عارفين حماس والعلاقة القوية مع إيران بدأت تعلق أيضا عن القلق بالنسبة لسقوط الطائرة لكن وأمريكا كمان قالت احنا ممكن نساعد وهنبعث لكم حاجات الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قطع أجسط يوم الحد ورجع للبيت الأبيض وقال لك أنه هيكون فيه أحاطة عجلة بعد حادث طائرة الرئيس الإيراني كل ده ومحدش بيعلن أي حاجة عن أنه هو توفى وقال عن أن الطائرة تحطمت وسقطت كل الوقت ده وإحنا فاهمين بيقول هبوط هبوط صعب طب الطائرة آه لأ مش عارفين نوصل لها علشان منطقة ما فيهاش نت ليه ما فيهش ساتا لايت فون مش معقول يا المهم طب أي حاجة يعني بعد كده قالوا أن البحث مستمر وخدوا كلاب خاصة وتواقم ونائب مدير الإنقاذ الإيرانية قال لك بتفصلنا ثلاث ساعات عن أحد المواقع المحتملة احنا كل ده حضراتكم بالفعل تقريبا 12 ساعة على بال ما تم الإعلان أنه إيه ده ده فيت مسيارة تركية بدأت تنشر المشاهد ده وقال لك أن المشاهد دي ممكن تكون هي كده ده الموقع ورصدت مصدر للحرارة بيتوقع أنه هو حطام المروحية وأن المسيارة دي كده قدرت أن هي تساعد وكل الفرق متوجهة للمكان ده لكن جي وقال لك لا ده فيه سلوك وفيه طريق وعر وأن برضو حتى بعد معرفنا المسار ده احنا هناخد ثلاث ساعات علشان نوصل جم بعد كده انتشرت المشاهد لحظة العصور على حطام طائرة الرئيس الإيراني وقالوا أن فيه 73 فريق إنقاذ بيفتشون حاليا في المنطقة بقرب منطقة بقرية توال وحيث يعتقد أن هي دي المكان وبعد كده الإعلام الإيراني قال إن احنا فعلا خلاص اقتربنا جدا بهذا المكان وأعلنت الحكومة الإيرانية بأن الطائرة سقطت من ارتفاع كبير وأنه لا أي مشاهد للحياة وتم الإعلان الرسمي عن أنه توفى الرئيس إبراهيم رئيسي وكل من كان معه على متن هذه الطائرة وبدأت المشاهد لنقل الجسامين وده كان الإعلان بقى بالنسبة للحكومة الإيرانية بأنه بالفعل تأكد وفاة رئيسي ووزير الخارجية وكل من كانوا معهم على متن هذه الطائرة جاء ذلك بعد أن نعت الرئاسة الإيرانية الرئيس إبراهيم رئيسي وكافة مرافقية في تحطم المروحية وصباح اليوم عثر على المروحية عبر طائرة درون تمكنت من تحديد موقعها بعد سقوطها ظهر أمس في منطقة وعيرة قرب الحدود مع أدربيجان حيث كان في زيارة لمحافظة أدربيجان الشرقية وافتتح مع الرئيس الآدري إلهام علييف مشروع سد مشترك نظهر الآن ونحن معكم مشاهد للحظة عثور فرق الإنقاذ الإيرانية على مروحية الرئيس الإيراني من مكان الإحداثيات التي حددتها فرق الإنقاذ إذن مستمرون معكم في هذه التغطية حول لقينا بقى اسم إيه بدأ يظهر مين يترى؟ ليلة عبداللطيف اللي هي بتتنبأ؟ طب ما لها وما للحادثة؟ ما الليلة؟ فيه إيه يا ليلة دبرت حدثة؟ ولا فيه إيه اللي حصل؟ قالك لا ده ليلة في التوقعات بتاعتها اللي كانت في ليلة رأس السنة في آخر ليلة في عشرين تلاتة وعشرين تنبأت بهذا الحادث وقالت إنه هيكون فيه انفجار مفاجأة مدوية عن مصر لم ينجو أحد إيه الستة الغريبة؟ دي كل شوية بتظهر كده في شوية حاجات حتى وقت ما كان أغتيل قائد فاجنر كانت برضو هي تنبأت بالحادث ده فإيه اللي بيحصل؟ بدأت الناس بقى تتدور وتدور على المقطع اللي هي قالت فيها هذا الكلام وهي بالمناسبة كمان قالت إن فيه رئيس هيتم هيتوفى وبدل ما هيعملوا جنازات هيعملوا أفراح وده لسه مش عارفين مين الرئيس العربي اللي ممكن يتعامل كده فبدأت الحكاية فيها كده توجس وإيه الموضوع وإيه السيدة دي اللي هي بتتنبأ بهذه الأمور وإن هي قالت إنه هتكون فيه اختفاء لأحد الشخصيات على متن طائرة والطائرة هتتسقط في ظروف غمضة ولم ينجوا أحد وده اللي احنا عيشوني زي ما بقول لكم 12 ساعة لابد ما أعلنوا الموضوع حد بقى دخل على الخط الناس بقى تقول بقى إيه ده يا طرى مين إسرائيل ليها إيد ما أنتوا شايفين طبعا موقف إسرائيل مع إيران وإيران اللي بتدعم الحوثيين والحزب الله والدنيا دي كلها يا طرى إسرائيل ليها إيد لقينا تعليق كده طلع لنا بعد إعلان الوفاة من إيه دي كوهين وبيقول إيه إيه دي كوهين بيقول إنه مبروكي عرب تقريبا أو بيقول تكبيري عرب وراح واحد بيقول له عقبالك عقبالنا تانياهو وخمينئي يعني واضح إنه هو كمان ده ايه متضايق منهم كلهم من الإسرائيليين ومن الإيرانيين لقينا بعد كده طبعا الهند الأمم المتحدة تركيا دمشق نكسوا الأعلام حدادا على وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وكمان كان فيه اجتماع عاجل للحكومة بعد التأكد من مقتل حكومة الإيرانية بعد التأكد من مقتل الرئيس وزير خارجياته وعين المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي النائب الأول للرئيس محمد للرئيس اللي هو محمد مخبر عينوه قائم بأعمال الرئاسة بعد وفاة الرئيس وبدأت طبعا تحليلات كتيرة طب إيه اللي هيحصل مين اللي ممكن يكون السبب وراءه إيه الدنيا لقينا برضو المعلومات بقى بدأت تطلع الأول معلومة طلعت عن موضوع هبوط الطائرة هي كانت على ارتفاع 2500 متر وسقطت وتحطمت طبعا وتحطمت يعني ما فيش حد هيكون عايش بيقولوا برضو نظام الإشارة بمروحية رئيسي إما لم يكن متوفرا أو معطلا جي رئيس مكتب الرئاسة الإيرانية وقال معلومة تانية طائرة رئيسي وجهت سحابة خلال تحليقها وبدأنا نسمع كلام وبكان فيه بقى موضوع غريب جدا الموضوع ده كان بيقال إنه فيه ناس بقى لتلك الصحافة الإيرانية الموالية لرئيسي بتسرب المعلومات والفضيحة بدأت تنكشف وإنه الطائرة ما فيهاش صندوقس ده كل ده حاجات منتشرة لأنه ما فيش معلومة بتقول لنا إيه اللي حصل وإنه فيه أوامر صدرت مش عارف من مخابرات الحرس بتغيير المسار وإنه الطائراتان المرافقتان ما توقفوش للمساعدة ورجعوا ودي معناها إنه أوامر صارمة عشان يرجعوا إزاي يمشوا يسيبوهم مفيش هاتف ساتيلايت أحوال الطاقس كانت جيدة في الأول واللي حصل كده هو تحييد المنافس بإخراج إيراني فاشل جدا وإنه المخطط ده شكله مخطط داخلي واللي وراء الموضوع ده اللي هم مش عايزينه ياخد مكان خامنئي لأنه بيقولوا خامنئي رجل كبير وهنشوف مين اللي هيجي مكانه المولا إينا مكالمة إيه ده كان فيه مكالمة حصلت من شخص من المسؤولين في إيران مع واحد من اللي كانوا على متنطقرة اسمه هو الإمام جمعة بريز نعم يعني المولين تقول للست ساعات دي ما كنتش بتقوله أي حاجة إمام الإمام لما تكلموا معاه آخر مكالمة مع إمام إمام جمعة بريز محمد علي الهاشم اللي تمكن من رد على هاتف الطيار بعد سقوط مروحية الرئيس واحد من الطيارين بتاعة واحدة من الطيارتين اللي وصلوا وكلموا كلموا ثلاث مرات وقالوا إحنا إحنا وقعنا وإحنا في مكان أنا مش عارف ووصف له شكل الغبات أنا مش في حالة كويسة أنا مش شايف حد حوالي دي المكالمة اللي كانت تكلمها آخر مكالمة كانت من الطيار من إحدى الطائرتين مع الإمام اللي كان مع طائرة إبراهيم رئيسي وبعد كده طبعا انطلقت في أمس السلساء في مدينة تبريز مراسم تشريع الرئيس الإيراني اللي قتل الأحد ومعاه كان طبعا وزير الخرجية حسين أمير عبداللهيان وهيدفن في ضريح المفروض النهاردة كان مراسم التقبيل بحضور عدد من مسؤولي الدول وفي نفس الوقت كان برضو خمستاشر زعيم ومسؤول رفيع المستوى وست وفود ومنهم طبعا أمير قطر الزعيم الوطني الالكتور كومستان رئيس تونس وتجاكستان ورؤساء وزراء العراق وباكستان وأرمينيا وأزربيجان وفيه طبعا وفود من كل الدول روسيا أرسلت وفد القوات المسلحة الإيرانية أمرت بفتح تحقيق في حدث تقوط الطائرة الرئيس بلينكين بقى كان في الحقيقة من أعضاء من المجلس النواب والكونجرس الأمريكي كانوا بيلوموا بلينكين على اعتبار أنهم أصدروا بيان نعوا في الرئيس الإيراني فالحقيقة رد عليهم بلينكين على مسؤولين في الحزبين الجمهوري والديموقراطي بأن أمريكا مش حزينة لوفاة رئيسي والشعب الإيراني كده أصبح بوضع أفضل ولكن موضوع أنه يتم نعي ببيان رسمي من الخارجية ده طبعا أمر دبلوماسي كان يجب أن يتم سيناريوهات بقى كتيرة بتبدأت تنتشر والغاية دلوقتي طبعا محدش عارف إيه السيناريو اللي كان أو محدش ولا إيران هتعلن على فكرة ممكن هل ده حدث مدبر مين اللي وراه كل الكلام ده ما فيش فيه بقى أنباء لأنها ترددت النهاردة عن حادثة غامضة أخرى في إيران فيه عملية اغتيال شهادتها إيران راح ضحيتها رئيس الجهاز المخابرات الإيراني محمود علوي في مقاطعة لارستان بس ما فيش أي جهة رسمية أعلنت هذا الخبر مشاهدين عشان كده احنا قلنا بس نقوله لحضراتكم أنه هو متداول ماذا بعد طبعا وفاة الرئيس الإيراني رئيسي وإيه اللي هيتم وهل ممكن فيه معلومات ده هنعرفه أكيد في الحلقات اللي جاي بالنسبة لحادث الوفاة اللي حصل في مصر للميكروباس اللي وقع من على معدية وتسبب بوفاة 11 وفقدان خمسة آخرين الحقيقة أنه بيان النيابة قالت أنها تلقت بيان اختار بسقوط حافلة تقل بص ميكروباس بتقل هذا الميكروباس كان على متنه 25 فتاة والميكروباس ده وقع من ععلى معدية لنقل عبر دفطاي الرياح البحيري بمنطقة أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشاة الأناطر بالجيزة ما أدى إلى أنه فيه دلوقتي يبقالوا أن فيه 11 فتاة كانوا غيره النهاردة قالوا انتشلوا جثمان تاني لأنه كان فيه فقدان لخمسة من الخمسة دي انتشلوا واحدة تانية بنت تانية يعني كده 12 فتاة راحوا ضحية هذا الحادث نجات سبعة وإصابة اتنين التحقيقات كشفت أنه حال وصول المعدية إلى وجهتها بالنحية الغربية للرياح اهتزت كما هو مألوف لدى استضامها بمكان رسوها تمهيدا للتوقف وأنه الباب الخلفي كمان ما كانش مغلق بسلاسل حديد زي ما المفروض يكون علشان شروط السلامة النيابة العامة أبضت القائد كان نط وهرب ولكن النيابة أبضت عليه وتم طبعا برضو أخذ عينة للوقوف إذا كانت متعاطي ولا لأ والصائق كان بيقوله أنه كان فيه حد تحرش ببنته فهو كان بنزل يتخانق معاه وساب الميكروباس من غير ما يعمل الفرامل وده برضو كانت طبعا على عهدت برضو شهود شهدات عيان من البنات اللي كانوا في الميكروباس النيابة قررت حبس طبعا سائق مع الديت أبو غالب أربعة أيام على زمة التحقيقات ووجهت ليه اتهام بالقتل الخطأ وفي نفس الوقت برضو كان يعني مازالت هنشوف طبعا ربنا يعزي أسر كل هؤلاء الفتيات فيه كمان كان برضو خلينا علشان نتكلم على موضوع الخاص بالاعتراف إسرائيل والأمور دي كلها النهاردة أولا التوترات بين إسرائيل وبين مصر مازالت مستمرة بسبب سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح والحاجة التانية أنه مطالبات بيتم اتهام مصر بأن هي قفلة المعبر مصر فتحة المعبر من ناحيتها بس مش عايزة تنسك مع إسرائيل على دخول مساعدات وفيه برضو مخطط دلوقتي والدنيا أنه يتم تهجير الفلسطينيين من فلسطين لسيناء برضو وبصر بتؤكد رفضها لهذا الأمر جينا لقينا النهاردة أنه فيه كان بشكل مفاجئ إعلان أربعة دول الدول دي أو تلت دول أن الدول دي أعلنت أن هي اعترفت بدولة إسرائيل ثلاث دول أوروبية قررت الاعتراف رسميا بفلسطين كدولة وده كان في مؤتمر صحفي الدول هي أرلندا والنرويج وأسبانيا ويبيو قال إن احتمالت تضم لهم دول أخرى لكن الحقيقة أبرز تحليل كان أنه هذه الحركة دي أو يعني الخطوة دي دو خطوة أوروبية للاعتراف بإسرائيل بعيدا عن الفيتو الأمريكي اللي أمريكا بتقف دايما قدام الاعتراف بدولة فلسطين لأنها بتسند إسرائيل فيه ردود فعل كثير على الموضوع ده أكيد في حلقتنا اللي جاية هنتطرق إلى كل هذه الأمور وأيضا ميدنيا ما الذي يحدث والتوترات بين مصر وإسرائيل إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر